يستفيد في الحديث لشرح تفاصيل قضيته المعقدة التي يعتبرها أحمد أزورجي كابوساً يلاحقه منذ 16 سنة كيف لا؟ والرجل الذي تم ترحيله من طرف والي الولاية والسلطات المحلية سنة 2001 إلى حي المنار بالحمامات بباينان في العاصمة بعد استفادته من شقة من طرف الدوان الوطني للترقية والتسير العقاري وظن حينها أنه ودع سكنه الهش وأصبح له بيتاً يسطره قبل يفاجأ بعدها بأشهر بأن أشخاص مجهولين رفعوا قضية ضده اتهموه فيها بالاستلاء على منزلهم بالقوة إلى أن الأوراق والوثائق التي بحوزت عم أحمدي التي من بينها عقد الإيجار من طرف الدوار الوطني وشهادة الوالي المنتدب لبابلواد أنذاك أثبتت عكس ذلك أنا مرضى هم مرضونها 27 سنة حرب وكان الحكم لصالحه قبل يبطل الاستئناف الحكم ليقضي بعدها الرجل 14 سنة في التنقل بين المحاكم قبل يكتشف أن صاحبة الدعوة امرأة متوفية منذ سنة 2010 إلى أن ورثتها وصلوا رفع الدعوة التي كان آخر حكم فيها طرده من البيت والذي سينفذ يوم الثامن عشر من جوليا الجاري أنا راني في الخرجة أو جاني لوسي بش يعني ونخلي الدار نهائيا أي أن الرجل سيجد نفسه في الشارع رفقة عائلته الكبيرة ليتوجه اليوم إلى السلطات المعلية بالنداء الإنصاف كي يسترح من كابوس أرق حياته وحياة أولاده الذين يقاسمونها هذه الشقة التي سيطرد منها بعد سويعات قليلة ماذا بها على كل حال؟ كما رحلوني يدموني الدار انتاعي وسكنوني في الدار هذه اللي يراني في النزاع معها وراني يعني مشرد يديروا لي حل أو يعقبوا يعني الناس هذا على كل حال يعني اللي يرهم يعني متبعيني قضائيا